اللي بيحصل دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع المحتدم هل هو غريب على دولة كنا بنعتبرها دولة ديمقراطية إلى حد كبير والانتخابات انتخابات نازيهة فكرة أن كل مرشح بيفتقط حتى يعني لمبادئ الدبلوماسية وكل شوية مرشح يطلع يعني يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية حضرتها وبتشوف ده ازاي دكتور ده بس في حقيقة الأمر ما زالت دولة ديمقراطية وما زالت الأصوات هي اللي بتتكلم وما زال الشغل صح وما زال تعديل تعديل الأصوات واحترامها صح ما فيش أبدا عيش هو بس الناس اللي هي بتسقط هي اللي بتتكلم على الكلام ده يعني في حقيقة الأمر الشغل ماشي كويس خالص ونازيه وما فيش حد بيعمل حاجة غلط عمدا على الإطلاق لأنه بيبان الحقيقة يمكن شهادة حضرتك دي وموجود في الولايات المتحدة الأمريكية برضو بتعطي صورة أو انطباع مختلف عن اللي احنا بنتبعه بس كمان من الحاجات اللي احنا بنتبعها ومش فاهمينها الحقيقة دكتور هي مسألة اللجوء الوقتي للقضاء احنا مش فاهمين مسألة ان ترامب طول الوقتي بيتكلم عن انه يعني لن يتم احتصاب أصوات معينة إلا لما القضاء يقول كلمته يعني مسألة اللجوء الوقتي للقضاء ده وارد في الولايات المتحدة إلى هذا الحد اه طبعا القضاء ما هو مهم جدا لو كان فيه طرفين للنزاع لازم يروح للقضاء عشان القضاء هو يحل النزاع فدي جزء من الشغل الديمقراطي فدي حق كويس لا انا بكلم الآلية هل بتاخد وقت كآلية قضائية يعني بتاخد وقت زي ما بتاخد وقت مثلا في بعض الدول الأخرى اه ومال بتاخد وقت انهم دلوقتي الانتخابات شغالة كده لكن لا يعلن عن الحقيقة في الرئيس الجديد هيبتدي في يناير القادم معناه ان لحد انه ابت لو فيه مشاكل وقضاء وكذا وارد طيب خليني برضو اعرف من سيادتك هل فيه توقيت محدد او يوم محدد لاعلان الرئيس الامريكي يعني عندنا بنكون عارفين ان اللجنة العليا مثلا في يوم كذا هتعلن من هو الرئيس هل ده موجود دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية ده لحد ما ينتهي كل العدد وكل الكذا وكل الكشف على الحاجات دي فهو يعني بالتعامل مع الوضع كمان شهر كده لكن في النهاية لكن ما فيش وقت محدد يقول لازم تعمله كده يوم الجمعة الجانب نعم دكتور فاروق حضرتك يعني احنا الحقيقة في مصر ويمكن في الوطن العربي الناس بتتابع الانتخابات الامريكية باهتمام بالغ حضرتك بتفسر هذا الاهتمام المبالغ بالانتخابات الامريكية ازاي من قبل العرب مش بس الاجانب لان الانتخابات الامريكية النتيجة بتاعتها بتأثر على عرب تأثير باليغ يعني بتأثر علينا كوي كبير جدا لان الاقتصاد الامريكي مهم جدا الدعم الامريكي مهم جدا الوضع الامريكي بالنسبة للجيش والمعدات بتاعته مهم جدا يعني فيه حاجات كتيرة جدا احنا في الشرق الاوسط على وجه العموم بتأثر علينا في امريكا كلية وتماما طيب خلينا